يحيى عطيوت الله بحسب مصادرنا في النادي الاهلي الصفقة تعثرت يحيى عطيوت الله لعب سوتشي الروسي الصفقة تعثرت سوتشي الروسي بيبالغ في أمور مالية طالبها من النادي الاهلي هم عايزين 2 مليون دولار من النادي الاهلي بجانب امتيازات أخرى زي المشاركات والبطولات ياخدوا فلوس أكثر من 2 مليون دولار والنادي الاهلي عرضوا النادي سوتشي الروسي واقف عند 1.700.000 دولار 1.700.000 دولار تاخد 1.700.000 دولار يا حيى عطيوت الله هم عايزين 2 مليون وشوية بالامتيازات النادي الاهلي ماشي في طريقين طريق ان احنا قدمنا لهم العرض الاخير خلاص 1.700.000 دولار لو كلمونا قالونا تمام يبقى احنا خلصنا يا حيى عطيوت الله لو ما كلمناش فإحنا بندور على بديل آخر ليه يا حي عطيت الله ويكون بديل قوي زي يا حي عطيت الله يعني برضو مش واقف مستني سوتش هيقول له ويه عشان ما ضايعش وقت هو الآن يشغل بحث عن زهير أيصر يضم للفريق في حال تعسرت صفقة يا حي عطيت الله تماما هي لسه فيها بصيص من الأمل الآن مش مستنيه بيشتغل على لعب آخر طيب ده بالنسبة ليه يا حي عطيت الله وأمور هذه الصفقة أما بالنسبة لطهر محمد طهر فتأكد غيابه عن مباراة سيراميكا كيليوباترا يوم لاتنين اللي جاي لسه بيعاني من إصابة في الكاحل القدم وكلها رتلقى تأكيدات من الجهاز الطبي أنه اللاعب غير جاهز للمشاركة في مباراة سيراميكا كيليوباترا ده بالنسبة لطهر محمد طهر كان جات له الإصابة قبل ما يبدأ على طول مباراة المصر اللي فاتت كان نازل في التشكاة السية وأصيب في الأحمات ترجمة نانسي قنقر